ترفض البنوك في الإمارات العربية المتحدة والصين وتركيا أيضاً قبول المدفوعات الروسية. كانت العقوبات الأمريكية التي فرضت في ديسمبر الماضي من بين أكثر العقوبات إيلاماً للاقتصاد الروسي، حيث وقع الرئيس بايدن مرسوماً يسمح لوزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات سنوية على بنوك من دول سالسة، بسبب مساعدتها لأفراد خاضعين للعقوبات وتقديمها إمدادات للمجمع الصناعي الأسكري الروسي. وقد اعترفت نبيولنا رئيسة البنك المركزي الروسي بالمشاكل المتعلقة بالمدفوعات الدولية. من المهم أنهم قد بدأوا في الاعتراف بأن الضغط العقوبات هو العامل الرئيسي الذي يؤثر نوهاً ما على كل هذا. وما سيتبع ذلك؟ ما سيتبع ذلك هو أن الكروض لن تكون متوفرة. إنها تقول في تعليلها إن الشركات لديها أرباح جيدة. ولكن كما قلنا تتركز هذه الأرباح في عشرات القطاعات. النفط والبنوك والمهادن والصناعات الكيميائية. شركات التصدير. في الأساس الاقتصاد يعمل بشكل غير مربح أو بخسارة أو بربحية منخفضة. وهذا يعني أنه سيكون هناك تباطئ في الاقتصاد. في نوفمبر الماضي ألقت وزارة العاد الأمريكية القبض على خمسة روس. بتهمة تصدير سلة مزدوجة الاستخدام إلى روسيا بشكل غير قانوني. وفي أغسطس الماضي ألقي القبض على الروسي أرتور بيتروف في كبرص. بتهمة تزويد إلكترونيات دقيقة أمريكية إلى روسيا من خلال شركات واجهة. وبناء على طالب واشنطن تم تسليم بيتروف إلى الولايات المتحدة. ومؤخراً أعلنت وزارة العادل الأمريكية عن اعتقال جديد. أضو كلال روسي دينيس بوستوفوي للإشتباه في انتهاق قيود التصدير وخاص الأموال وعمليات النقل غير القانونية للإلكترونيات الدقيقة. ذات الاستخدام المزدوج والعسكري إلى روسيا. يمكن استخدام الإلكترونيات الدقيقة المصدرة في الطائرات بدون طيار. قام بوستوفوي وأفراد من شبكته بشراء إلكترونيات دقيقة من موزغين أمريكيين. من خلال شبكة من الشركات التي يمتلكها أو يديرها في روسيا وهون كونغ وأماكن أخرى. وتصديرها إلى روسيا دون الخصول على الترخيص اللازمة من وزارة التجارة الأمريكية. قالت صحيفة موسكو تايمس إنه على الرغم من ضغوط العقوبات الغربية لا يزال الكريملين يمتلك اختياطات الظل يمكنه استخدامها لمواصلة حرب ضد أوكرانيا. يمكن أن تساعد هذه الأموال موسكو إذا انخفضت أسعار النفط ولم يكن هناك تدفق العملة الأجنبية للدفع ثمن الواردات. وما ذلك لا يزال من غير المعروف مدى سيولة هذه الاختياطات. والأهم من ذلك ماذا إمكانية الوصول إليها؟ على الأرجح فإن اختياطات الظل هي الأموال التي تنتمي إلى الشركات المصدرة الكبرى. في عام 2022 تلقت روسيا عائدات قياسية من الصلع الأساسية 591 مليار و500 مليون دولار. وفائد قياسي في ميزانية المدفوعات 227 مليار و400 مليون دولار. والذي انخفض في عام 2023 ولكنه ظل كبيرا. لم تجد العملة بهذه الكميات طريقها إلى الخسابات الروسية وإلى اختياطات البنك المركزي الخاضع للعقوبات. إن كمية العملات الأجنبية المتراكمة في الخارج تساوي نصف الميزانية الفيدرالية لروسيا. وتضاخي اختياطية ذهب الكامل لدى البنك المركزي. وتقريبا ضعف اختياطات العملة الأجنبية الخاصة به. الخبراء على يقين من أن العقوبات الغربية ونقص الموظفين. وإنفاق مبالغ طائلة لمواصلة الحرب ضد أوكرانيا في العام المقبل. ستقود الاقتصاد الروسي إلى أزمة خطيرة. أعتقد أنه إذا قرر بوتين الاستمرار في الخط الحالي واستنزاف كل ما في الاقتصاد لتمويل الخرب. فإن ذلك سيؤدي إلى إسراء هذه الدوامة الانخدارية. هذا هو التوقعي. هناك المزيد والمزيد من الحديث عن أن السنة المقبلة ستصبح أصعب. والصحوبات المختلفة المتعلقة بالموارد بالنسبة لبوتين قادمة. وستجتمع في نقطة واحدة. إن سياسات الكريملين العدوانية لا تضرب أرباح الشركات الكبرى فخصب، بل تضرب أيضا مخفزة كل روسي. لقد ارتفعت الرواتب في روسيا، ولكن في الغالب في المجمع الصناعي الأسكري. ومع ذلك فإن المدفوعات الإضافية يلتهمها التضخم المتزايد. ويمكن ملاحظة ذلك في مثال أسعار المواد الغذائية. فوفقا لخدمة الإخصاء الفيدرالي الروسي رستط، ارتفع سعر الدجاج في روسيا في يوليو الماضي مقارنة بشهر يوليو عام 2023 بأكثر من 12%. وبيض الدجاج بالنسبة 38% والخبز بالنسبة 15%. وعلى الرغم من الموسم، حطمت الخضروات الأرقام القياسية. حيث ارتفعت أسعار الطماطم بالنسبة 35% والخيار بالنسبة 32% والبطاطس بالنسبة 23% تقريبا. ويقول الخبراء إن بيانات رستط متحيزة وغير حقيقية. فالنمو الحقيقي للأسعار في روسيا أعلى بكثير. لاريسة بتروك لكونات ويتو عربية